في اخر فيديو كنا بنكلم عن مقدمة الحرب العالمية الاولى وتوحيد ايطاليا والمانيا وخروج اليابان من العزلة والاسباب الاساسية اللي كانت موجودة في الفترة دي النهاردة هنكلم عن اسباب السياسية زي حرب السبعين حرب القرم بلقان ازمات مراكش حاجات قدت للحرب نفسها وهنا في سؤال مهمة قبل ما نبتدي هل الاحداث دي احداث ما قبل الحرب مهمة ولا احنا بنضيع وقت لا طبعا مهمة ومهمة جدا لانه احداث الحرب هي نتائج لما قبل الحرب كان في حروب وتحالفات فاحداث الحرب نفسها ردود للحاجات المتتابعة والمتتالية قبل الحرب فاحنا لما نفهم اللي حصل قبل الحرب كويس قوي ونعرف العدوات كانت شكلها عاملة ازاي ومين كان بيكره مين ومين مترصد ومين اخذ ايه من مين هنفهم بعد كده مواضيع الحرب كانت شغلة ازاي وليه ده كان بيحصل والموضوع هيبقى واضح اكتر تعالوا نحكي الحكاية نبدأ بالامبراطورية العثمانية بدأت الامبراطورية العثمانية سنة 1299 طبعا احنا عارفين ان هي خلافة اسلامية بدأت على يد عثمان الاول وما لوش اي علاقة بسيادنا عثمان بن عفين فترة نمو والازدهار كانت في القرن الخمستاشر والستاشر وكانت مسيطرة على اراضي عربية واوروبية وللأسف الشديد بدأت تضعف اقتضيا وعسكريا وتنتهي خالص سنة 1922 اي بعد الحرب العالمية الاولى عدوة الامبراطورية العثمانية اللدودة هي طبعا اعداها كتير احنا عندنا فرنسا وبريطانيا يعني هم كتير وكانوا بياخدوا منها اراضي وعايزين يتخلصوا منها وكانوا مسمينها الرجل اوروبا العليل لكن كان في حد مترصد بالامبراطورية العثمانية واعد لها مين هي؟ روسيا في وصايا بوتروس الاكبر بيتر دي جريت كتب في الفقرات التاسعة والحداشر والتلاتاشر ان لازم يسرعوا الامبراطورية العثمانية الصراع حضاري ويقضوا عليها تماما واللي يمتلك القسطنطينية كأنه امتلك العالم كله دي طبعا كانت بتقعد تحت ايد الامبراطورية العثمانية روسيا كانت بتحارب الامبراطورية العثمانية ازاي وعايزة تقضي عليها كانت بتشن عليها حروب من الخارج وبتقوم صورات من الداخل في اراضيها تفاصيل كتير تاخدنا وتودينا ما بين مناوشات روسيا للامبراطورية العثمانية وبتحاول تجور شكلها علشان تدخل وتسحب من اراضيها لحد ما بنوصل لـ 1853 تقرر روسيا هنا انها تطلب من الامبراطورية العثمانية حماية المسيحيين على اراضيها سواء الاراضي الاوروبية او القدس والامبراطورية العثمانية بترفض بيدخلوا في حرب سنة 1854 على شبه جزيرة القرب اللي هي Crimean War وتحت ضغط تطلب الامبراطورية العثمانية من بريطانيا وفرنسا التدخل والتصدي معاها لروسيا وفعلا بيعملوا كده طبعا ده كان اي كلام لانه هم بعد كده حلفاء وليهم مصالح واحدة ولكن كان مصالحهم شوية في الفترة دي مع الامبراطورية العثمانية لانه هم كانوا عمليين يسحبوا منها اراضي في الوطن العربي وخصوصا دول شبال افريقيا فاضطروا تحت ضغط الامبراطورية العثمانية هم يدخلوا وعملوا النمرة دي وفعلا خرجوا روسيا وتصدوا لها وبقوا حبايب علشان يفرضوا حمايات هو طبعا كان استعمار لكن كان بيتقال فرض حماية لانه الانجليز دخلوا مصر سنة 1882 وفرنسا طبعا اخدت هنرجع للتواريخ دي اكتر بس هنا في حرب القرم كانت بريطانيا وفرنسا وقفين مع الامبراطورية العثمانية بشكل مؤقت يعني او تمثيلية كانوا بيعملوها هنرجع تاني لروسيا والامبراطورية العثمانية بس نروح ناخد اتنين اعداء تانيين غيرهم فرنسا والمانيا في الفيديو اللي فات لما اتكلمنا عن توحيد المانيا ما اتكلمناش انه فرنسا كانت كارها الموضوع ده لانه كان ضد مصالحها وحيحسن خلل الماء في التوازن الدولي فكانت ضد اللي كان بيعمله بازمارك بروسيا دولة بروسيا في مساعدة الالمان على التوحيد وكانوا يعني بيعملو حاجات كده من تحت لتحت كان ساعتها بازمارك اي بروسيا كانت في مناوشات مع النمسا لحد ما اتدورت لقيت فرنسا شغالة وعمالة بتحاول تبوز موضوع التوحيد ده فدخلوا معها في حرب الموضوع كان اسمه حرب السبعين او حرب السبعينية او الفرنكو بروسيا لكن اللي كانوا موجودين على الارض جنود الماني بدأت الحرب سنة 1870 واللي ما كانش متوقع زي كده حرب اليابان وروسيا انه يابان هزمت روسيا برضو حصل انه الالمان هزموا فرنسا وحصروا باريس واصروا نابليون التالت والدنيا تشقلبت وما كانش ده متوقع تماما طبعا الامر كان صادم جدا بالنسبة لفرنسا وحصلت ألبة جوالبلد وتم اعلان فرنسا كجمهورية للمرة الثالثة وانتخاب تيار كرئيس والالمان احتلوا مقاطعة ألزاس لورين ودي كانت مصيبة بالنسبة للفرنساويين فرنسا مدت نفوذها في الجزائر سنة 1830 وفي تونس سنة 1881 ودخلت بقى على المغرب بوفاق ودي مع الانجليز المانيا بقى وقفت قصادهم في طارما بينهم وزار امبراطور ويليم التاني سلطان المغرب وعرض عليه خدماته وقال له اي حاجة انتوا عايزينها علشان تستقله انا تحت امركم طبعا بقى احنا عندنا هنا فرنسا وانجلترا واسبانيا كمان في الموضوع فرحوا غدين المانيا وعزموهم عندهم في اسبانيا في مؤتمر جزيرة الخضرة المانيا بقى مش مرضية نيجي في 1911 ازمة مراكش التانية او ازمة اغاذير السلطان عبد الحميد مع شوية ازمات كده وكعبالة تحصل في المغرب يستغيث بفرنسا وفرنسا تدخل للمغرب تاني على حس ان هي دخلة تحمي ما هو كده المستعمر والمحتل ما بيقولش ان هو داخل يا جماعة يستعمر هو داخل بيحمي عشان هو يعني اتنى ناس وبيدخل يعمل اعمال خير زي الانجليز كده ما دخل ويحموا الخداوي من المتمرزين ضده حاجة كده جميلة صحيح قعدوا 72 سنة يعني بيحموا بس يعني مش هيقولوا في الاخر ان احنا محتل ومستعمر نهايته فرنسا دخلت على المغرب وراحت المانيا بقى متغبية دخلت بالمدمرة اسم اس بانتر على سواحل اغادير وقالت لهم والله مش ماشية يرديكي يهديكي قالت لهم انا دخل احمي ارواح الالمان الموجودة في المغرب ارواح المان ايه احنا ما شفناش المان مع الزيمد هنا هو جده انا حدخل احمي فرنسا فهمت اللي فيها وعرفت المانيا عايز ايه قالت لها تخذي لقوه وتخلعي ما شوفش وشك وقد كان بس هل هنا تصلحوا يعني او باو حبيب ابدا هنشوفهم هعملوا ايه في بعض الحرب نفسها نرجع تاني الامبراطورية العثمانية بس الاول نعرف الاراضي اللي انجلترا اخدتها منها عندنا اليمن اتخذت سنة 1839 مصر سنة 1882 السودان سنة 1899 كلام ده بقى هيبقى بعد الحرب وقبل الحرب عندنا السومال والعراق والاردن والكويت والقدس كانت بداية بقى احتلال فلسطين اللي احنا هنشوفها مرورا بالحرب العالمية التانية فرنسا اخدت الجزائر سنة 1830 تونس سنة 1881 وقلنا المغرب سنة 1912 بعد ازمة اغذير يلا وبالمرة بقى ايطاليا اخدت ليبيا سنة 1910 وتوسعت في حرب مع الامبراطورية العثمانية اللي هي الاتالي و تيركيش وور سنة 1911 المهم كده احنا عندنا دول شمال افريقيا كلها متاخدة من الامبراطورية العثمانية روسيا تسكت لا ما هي مشواخدة اراضي زي انجلترا و فرنسا فلازم تاخد منها اراضي بما انها فشلت في حرب القرب كريميان وور فنبتدي ندخل على البالكن وور حرب البلقان سنة 1912 دول البلقان او العصبة البلقانية دي كانت تابعة للامبراطورية العثمانية من ضمنها عندنا سربيا بلغاريا وانتوني جورو اللي هو الجبل الاسود واليونان ودول تانية قرروا ان هما بستمائة الف جندي فقط يحربوا الامبراطورية العثمانية بين كان ورا الموضوع ده مين اللي كان بيقوم صورات روسيا بس طبعا ما كانتش زهرة في السورة يعني ولكن على قد ما هي كانت فرحانة ان هي بتضرب في الامبراطورية العثمانية ولكن مع ذلك كانت خايفة ان الموضوع يفتح او يخرج عن ايديها لانه ده هيبقى ضد مصالحها فدخلت بقى ايه تفرد وقال يعني عملالهم بيها الاب الحنون بقى اللي هو برافو يا ولاد تعالوا في حدني بس تطلعوش بره عشان الموضوع كده هيرعبها ويتقلب عليها الاحداث ده ما كانش في حد يتوقعها تماما عجايب عجايب يعني والامبراطورية العثمانية هنا اثباتت ضعفها الاقتصادي والعسكري وفقدت كل اراضيها في اوروبا فيما معادة القسطنطينية كلام ده سنة 1912 في 1913 تقع حرب تانية اسمها حرب البلقان الثانية بس مش مع الامبراطورية العثمانية هنا بقى العصبة نفسها بدأت تقع مع بعض لان التأسيمة معجبتهمش تحاول الامبراطورية العثمانية نهي تتدخل عشان تسترد اي حاجة من اللي فقدتها في حرب الاولى ما تعرفش وتدخل هنا روسيا علشان تحمي وتدعم بعض الدول من ضمنها سربيا في تفصيلة كنا مأجلينها بس علشان نختم بيها موضوع الحروب والعدوات دي لانها بداية شرارة الحرب العالمية الاولى البوسنة والهرسك في مؤتمرات زي سان ستيفانو برلين النمسا والموجر اخدوا ادارة او حماية او مسئولية البوسنة والهرسك من الامبراطورية العثمانية لحد كده تمام سربيا كانت تتمنى ان هي تضم البوسنة والهرسك لها وتبقى مقاطعة كبيرة لان عليهم خمسة مليون سربي فكانوا عايزين يبقوا يعني يلموا الشامل ويبقوا حاجة واحدة ونمسا والموجر كانت عايزة تاخدها لها تبقى تحت سيطاريتها علشان تأمن بها حدود طيب سربيا حاولت ان هي تحط ايديها على البوسنة والهرسك ما عارفتش ونمسا والموجر ويفت لها ايه اللي يحصل بقى بعد حرب البلقان وسربيا يعني ضربوا في الامبراطورية العثمانية وروسيا بتحميها فايه اللي هيحصل الناس توقعت القاتل انه سربيا تحاول تحتك بالنمسا والموجر علشان يعني تنتقم او تعمل اي عاملة كده من تحت لتحت ردا على انه النمسا والموجر اخدت منها البوسنة والهرسك وده اللي هيحصل كبداية الحرب العلمية كده تقريبا خلصنا الاحداث السياسية والحروب والعدوات هندخل بسرعة جدا على التحالفات علشان نعرف مين هيتحالف مع مين في الحرب سنة 1839 تتم تريتي اوف لندن معاهدة حماية ما بين بلجيكا وبريطانيا في 1879 المانيا والنمسا والموجر يمدوا على مذكرة تحالف دول الالايينز تريتي علشان لو روسي هجمت ايا منهم في 1882 تحصل التحالف الثلاثي ما بين المانيا والنمسا والموجر وايطاليا وهنا نقف بعنشان في كوميديا ايطاليا عملتها غريبة جدا ايطاليا دخلت في التحالف ده رغم عدوتها الشديدة بالنمسا والموجر لانها محتلة مقاطعة من ايطاليا وفي ايطاليا بيقعوا تحت الاحتلال النمسا والموجر فازاي ايطاليا بتروح تنزي مع النمسا والموجر وهي على العدوة بيهم كرام ده حصل سنة 1882 في 1902 تروح ايطاليا تنضي تحالف مع فرنسا وهنا تقع الكوميديا ما انت معانا ولا مع الناس بتانين لا معانكو تواحنا الناس بتانين بالزبط كده رحت مضت مع النمسا والموجر وبعدين نقلت على فرنسا هي دلوقتي مع الطرفين طب ليه ما احنا لازم نفهم ايطاليا كانت بتخطط ليه انها تاخد اي دولة من دول شمال افريقيا اللي في الاخر يعني رست على ليبيا فهي متحصرة بريطانيا واخدى جزء اللي هو طبعا كان اقرب لها يعني مصر والناحية تانية فرنسا واخدى المغرب العربي وهم الاثنين حلفاء طيب هيحصل ممكن بوتش منهم هايلي هيحصل ان هي تروح تتفق مع عدقهم خلاص طيب لما رحت بعد كده تنضي تحالف مع فرنسا ايه اللي هيحصل في الحرب لما تقوم ايطاليا هتعمل نفسها ما جاتش احنا في حرب مش انا ما جيتش بتحاربي مع مين انا هشجع اللعبة الحلوة قعدت سنة كاملة هي ما جاتش هنشوف بقى في الف تسعمائة خمستاشر موقفها هيتغير فانا هتترجع للعبة الحلوة بس بريطانيا هتجيبها كده لا الكلام ده هنفعش احنا في حرب فاني لو ما نزبطيش هنزبطك ونزعالك ونجيب ناس نزعالك وفي الف تسعمائة واثنين برضو بريطانيا هنا تقرر ان هي تروح تعمل تحالف مع اليابان اي حد هيجي جنب اليابان او بريطانيا يعني التحالف بينص على ده اي حد هيتعرض لهم هيدافع عنه ماديا او عسكريا طب هنا ليه بقى لان اليابان لما كسبت روسيا الموضوع كان مرعب بالناس كلها يعني مفيش حد كان يتخيل هم كانوا فاكرين روسيا حاجة قوية جدا وتخموا فيه وكانت بريطانيا محتاجة نهي تقامل نفسها من اليابان علشان مستعمراتها في اسيا الهندو كده فلو ما هي واليابان ما بقواش صحاب حيبقى فيه خطر على بريطانيا ففي الف تسعمائة واثنين بريطانيا واليابان بقوا صحاب نرجع تاني بقى فرنسا كانت فرحانة بروسيا قوي ومتحالفة معهم مصحاب بس لما روسيا برضو هنرجع ونأكد ضربت من اليابان فرنسا خافت وقلقت قوي فقررت ان هي تتيج على نفسها وتتغاضع عن كل المشاكل والعدوات مع بريطانيا ويتصحبوا مؤقتا علشان فيه حل التأهب وفيه حرب حتقوم الناس كانت عارفة طبعا من العاك كتير اللي كان بيحصل ده فقررت فرنسا وبريطانيا انهم احبوا بعد سنة 1904 وقررت بريطانيا في 1907 ان هي تنضي مع روسيا وعملوا فبقت بريطانيا صاحبة روسيا اللي هي برضو صاحبة اليابان فاليابان وروسيا بقوا صحاب وفرنسا معاهم تبقى السنترال باورز اللي هي دول المركز النمسا والموجر المانيا الامبراطورية العثمانية وبعد كده بلغاريا طبعا احنا نتكلم المشهد حيبقى في الحرب عامل ازاي هو الناس كلها تنوت بعض بس ده الاساس والناحية تانية الالايب باورز الحلفاء حيبقوا روسيا فرنسا بريطانيا اليابان سربيا ده اهم حاجة اهم حد ده في الموضوع لشان هنا هتبتدي الحرب بعد كده يزيد عليهم دول تانية زي بلجيكا اليونان مونتنيجرو رومانيا وغيرهم وحنقف هنا علشان حيتم اعلان الحرب سربيا هتتهوى فهتحاول تهزر مع النمسا والموجر فالنمسا والموجر ما بتهزرش هتديها في وشها وحتقوم الحرب من هنا وكالا عادة لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير عشان عليه محتوى واختلف عن الفيديو ستاعت اليوتيوب شوفكم الفيديو جاي تحياتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة